إجراءات مضادة لقرار ميليشيا الحوثي منع تداول العملة المحلية الجديدة في مناطق سيطرتها أهم هذه الإجراءات اتخذها اجتماع موسع لفرع البنك المركزي مع قطاع الصيارفة في محافظة مارب وأفضى إلى إجراءات عدة أبرزها تدارس منع بيع المشتقات النفطية المخصصة للمناطق التي تسيطر عليها الميليشيا إلا بالعملة المحلية الجديدة بالنسبة الاجتماع اليوم هو جاء بناء على توجيهات قطاع الرقابة على البنوك في المركز الرئيسي عدن بالحد من تدهور العملة وأيضا بالوقوف أمام الإجراءات الغير مسؤولة التي اتخذتها الميليشيات الإقلابية في صنعاء وشملت هذه الإجراءات أيضا التعامل مع الارتفاع الطارئ على عمولات إرسال الحوالات التي ارتفعت بشكل مفاجئ وتحديد سعر موحد للصرف بالتنسيق مع إدارة البنك المركزي اليمني في عدن وذلك بدءا من الأسبوع المقبل ومنع خروج أي مبالغ مالية من العملة القديمة إلى خارج محافظة مأرب وفقا لتعميم البنك الموجه لكل النقاط الأمنية والعسكرية بتنفيذ هذا الإجراء وفي صنعاء أفاد بيان لنقابة تجار اليمن بأنها بصدد الاستعدادات لتنفيذ الإضراب الشامل والمفتوح والذي سيبدأ في الأول من شهر يناير كانون الثاني المقبل وسيشمل غلق المحلات التجارية في المحافظات التي تقع تحت السلطة جماعة الحوثي وذلك احتجاجا على الإجراءات الحوثية الجديدة بمصادرة العملة الجديدة النقابة أكدت في بيانها أن قيام التاجر بتغيير العملة الجديدة بالريال الأكتروني ليس حلا وهو يحتاج إلى الأموال من أجل عمليات استيراد البضائع من الخارج أكثر الأسئلة إلهاحا من قبل التجار تتعلق بدوافع قرار منع تداول العملة الجديدة والذي اتخذ بعد تدفق كميات كبيرة منها إلى الأسواق في العاصمة الصنعاء وفي غيرها من المدن وأخرى تتعلق بالمتطلبات الضرورية للسوق وحركة التجارة ومنها الاستيراد من الخارج وبيع السلع في الداخل فحين ذهب كبار التجار إلى البنك المركزي اليمني بصنعاء لاستبدال النقود تفاجأ بعد موجود سيولة من العملة المحلية القديمة وفي المقابل جرى عرض تلك البدائل غير الواقعية والعقيمة من قبل الميليشيا ومنها الرصيد الإلكتروني والتداول عبر الهاتف بيان نقابة التجار شك أيضا من المشكلة المزمنة التي يواجهها التجار والمتمثلة في دفع الرسوم الجمهورية على بضائعهم للمرة الثانية لصالح الحوثيين من قبل النقاط الأمنية التابعة لهم في جميع المداخل المؤدية إلى صنعاء ومنها مديريات أرحب والأزرقين وعفار والمدن المجاورة لافتا إلى أن الرسوم التي تفرض للمرة الثانية ترفع الكلفة الإجمالية للبضائع وترفع أسعارها على المستهلكين خصوصا في ظل انقطاع المرتبات عن موظفية الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر